تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظم لمدينة الموصل تستمر الاحتداءات التركية على شمالية العراق وتحديدا سنجار من دون رد واضح من قبل الجيش العراقي أو حتى بيانات استنكار وشجب من قبل وزارة الخارجية مثقلة من الجراح جاءها بعد خروجها من حرب ضروس دامت سنوات عجاف أنهكتها وخارت قواها فعاد إليها بسناول يوسف المحمل بإصلاح عشرات مشاكل لكي يدب الأمل فيها من جديد فعقد الكاظم جلسته الاستثنائية لمجلس الوزراء في الموصل صوت على إثرها على حل حالة عشرات الصعاف في المحافظة لكن ربما لم يختر على باله معالجته الأهم من ذلك وهي سيادة البلاد المصباحة من قبل الاحتلال التركي احتداءات التركية أعتقد أنه تحتاج إلى تدخل حكومي لصانع القرار السياسي الخارجي باحتبار أنه لك معاهدات دولية تحكم ما بين البلدين والحدود العراقية قسمت حقيقة أنه رسمت في فترة مشكلة الموصل عام 1922 هناك معاهد عراقية بين العراق والجانب التركي تالي على الحكومة العراقية وعلى الفعل الخارجي العراقي أن يكون له تحركات دبلوماسية كبيرة جدا وأن يستخدم الجانب الاقتصادي كورقة الضغط على تركيا باحتبار أنه مليارات دولارات حقيقة سنويا مع الجارة التركية وعليها أن تحترم حسن الجوار وأن تعامل بالمثل سيناريو الاحتداءات أصبح شيء محتاد عليه فالكل صمت جراء ما حدث فلا بيانات رسمية من الجهات الحكومية تستنكر ولا تدخل عسكري يوقف هذه الاستهدافات التي خلفت شهداء وجرحى وتهجير قصري لتلك المناطق ولا حتى المجتمع الدولي المتمثل بالأمم المتحدة يندد بالوجود التركي في البلاد الذي توغل نحو 50 كيلو متر داخل الأراضي العراقية الغريب بالأمر هو صمت الحكومة العراقية هذا الصمت القاتل لماذا لا تتحرك وزارة الخارجية لماذا لا يكون هناك تنديد بهذه الاعتداءات نعرف المؤسسة العسكري هي تتبع للسيد الرئيس الوزراء القادر العام للقوات المسلحة لذلك فهي لن تتحرك إلا بأوامر من سيادته أما الجيش العراق هو جيش كفو وهو قادر على رد هذه الاعتداءات المجتمع الدولي وبالتحديد هيئة الأمم المتحدة وحتى من الجسد هو أيضا هو يعني خلنقول يخضع للمزايدات السياسية والعلاقات التاريخية والعلاقات خلنقول والأطماع المتبادلة لذلك نحن لا نعول على الخارج أكثر ما نعول على الداخل العراق مع موعد لقمة بغداد التي تجمع دول الأقليم ومن ضمنها أنقارة فهل نشهد طرح ملف الخرق التركي على طاولة الحوار أم نكتفي بالبروتوكولات وتشريفات التي لا طائلة منها بعدما أصبح العراق ساحة صراعا للدول ذات الأطماع السياسية والاقتصادية من بغداد كريم ستار قناة الرشيد